قلت حضرتك فترة عن ملاف كل شي فساد اللي أنا عم نحكي هلأ ده بتعتبر إنه في فساد بالمؤسسات الدينية اليوم بلبنان أوف أوف يعني هلأ أنا أنا وطالع عندك اليوم لهون كنت عم بحكي مع صادية اللي هي رفقتني عملها نلتقت بشخص عم بيخبرني حياته ومعاناته بها الحياة والمشاقات اللي أعرفها لأنه عاشوا بميتم عاش بميتم وكانوا الجاردين هني منحكمين بهالميتم هيدا وما رفقت بالتجوزات اللي الشخص عرفها يعني ده فضعوا فيه لهيدا الولد اللي صار شاب اليوم بخليك بس هيك مثلا صغير تفكري أنت داش في بشاعة داش في بشاعة بقلوب هالناس هولي هالناس اللي بيحاولوا هني طبعا أنه يوصلوا هالأفكار التنويرية والسماوية وأفكار الإيمان والصلاة والأداسة وهني من جوه ليش معفنين وإداش مهريين وإداش في سواد بداخلون بقى أنا ما بفرق بين الإنسان إذا كان رجل دين أو رجل عادي برجع بقلك لألي أنا قيم الأخلاق هي أهم شيء والمحبة هي أهم شيء وفعلا إذا في محبة أين تعتبر في أكتر شيء فساد بلبنان عند رجال السياسة بالإعلام أو عند رجال الدين؟ بها المؤسسات الثلاثة في كتير فساد بس أكتر شيء الفساد هو متجزر بثقافتنا أعتبر أنه الفساد شيء طبيعي وينما كان وحتى نقدر نقتلع هذه الثقافة بدنا عقود من الزمن لأنه أنا من وقتها ما خلقت بتذكر وبسمع من أهلي أنه هيدا شخص فاسد وهيدا شخص حرامي وهيدا شخص سيري شو الحال برأيك؟ بدنا قضاء بالبلد ما في قضاء ما في عدالي ما في عدل القضاء بيتم اختيارهم طبعا من ملوك الطواقف ملوك الطواقف كي بيتم اختيارهم اليوم بيجتمعوا رجال الدين لأنه بيعملوا غطرة السياسة واتكتلوا السياسة وبيختارها الشخص هيدا بدي كون بها المحل وبها المحل وبها المحل بقى هؤل الأشخاص ما فيهم يخدوا عرارات لأن قضاءات ممتازين بالبلد ممتازين لكن المحطوطين بمكان وفي ناس فراهون إذا طلوا عن السكة يبيروحون أو بيشيرون بيبعون بقى حل بلبنان هو القضاء بدنا قضاء بالبلد بتعتبر أنه بقطاعنا كمان قطاع الإعلام في فساد؟ كيف عايشينوا أساسات كله اليوم؟ عنده أجندات كله عم تنفذ أجندات وطبعا بتلاحظي هالشي بكل البرامج السياسي وبيكل الأخبار نشرات الأخبار كلها بتشوف في أي محطة وأي جريدة وأي إذاعة هي ماشية مباشرة من عم بتلون لإرضاء من يمولها ومين وراءها وهالشي من وهالشي واضح بتعرفي كل مؤسسة طبعا ما بدأت اتنين يختلفوا عليها اليوم حضرتك عملت مقابلات كثيرة شو المقابلة لعبالك تعملها وبعض ما عملتها؟ أكتر عبالك كان من كم سنة ويني كنت عم بتوصل مع وصار اللي صار مع أونغ سانك سو يعني كان عبالي التقى فيها وروح لعندها على ميانمار وحورها هادي الإنسانة الي أنا بشوف هي رمز للنضال وهي الي قلبسوها تهمة الفساد يعني بعد عشرين سنة بالسجن هي وحازت على جهزة نوبل هيو بالسجن بتشوفينو بالدكتاتوريات والأنظمة التوتاليتارية كل إنسان بدو يعالي الصوت يعني نهايته بالأخير وخيمة كتير لكن نحن ماشي يعني بامتحان الزمن عشر سنين وعشرين سنة هني ماشي مهم انو بعدين شو راح هيصير وهالطريقة اللي هي بلاشدها وعبدتها بتغير أو بتغير عرض من الأيام ما حدا بيعرف هي لأشخاص هيك انت حب كتير التقى فيها وبحب انو المستبريج معل فيها ترجمة نانسي قنقر